تواصل الفرق الطبية في مديرية صحة اللاذقية متابعة الحالة الصحية للأطفال والأمهات المتضررين في عدد من مراكز الإيواء في اللاذقية نحن نشتغلهم مراكز الإيواء مهمتنا ترصد الأطفال من عمر يوم للعمر خمس سنوات جميع الأطفال من عمر يوم للخمس سنوات ناخدهم طبعا معدل الأطفال دون ستة شهر ناخدهم وزن طول مواك قياس متحيط العطن والوزن والطول بوزعنا زبدة الفستق طبعا وقائي إذا الطفل معه سوء تغذي طبعا من ستة شهور للخمس سنوات بيعطيهم زبدة الفستق الوقائي التكملية وإذا كان أطفال ما فيه شيء بيعطيهم زبدة الفستق الوقائي طبعا جميع الأطفال من عمر ستة شهور للخمس سنوات بوزعنا الفيتامينات ومع العادين مفروزين هون من شأن نهتم بالأطفال وبالحوامل والسيدات والمرضيعات أول شيء بالأطفال وبعدين بالحوامل نحن ناخد لهم وزنهم وطولهم وقياس المواك واللي عنده سوء تغذيه نعطيهم زبدة الفستق نعطيهم إرشادات للمرضيعات أنه لازم الوحدي تتابع بالأرضاع شو ما كان يعني هو غير مكلف ومعقم متوفر نتمن عن أولادنا وعن سحتهم وعن طولهم ووزنهم جينا زنوة وقاس طولة وعطونا الفيتامين متابعة مستمرة وجهود تبذل لمتابعة الرعاية الصحية تتزامن مع تقديم خدمات الدعم النفسي عبر كوادر متخصصة